هادي سكر جلوكوزه اكتر سكرية الوحادية وفرة. طلعوا هنا لينير فورم ان رينج فورم اللي هو شكل الخطي زي ما احنا قلنا كدرات الكربون الاولى الفيف والسكس. طرس درات كربون هنا اللي هو درات الاكسجين 1 2 3 4 5 6 ودرات الهيدروجين الدول هنا اللي هو الرينج فورم الشكل الحلقين اللي موجود عليه درات الكربون والاكسجين والهيدروجين 4 classes of organics الاربع فات من الموضة الهيدروجين كربوهايدرات الكربوهايدرات الكربوهايدرات كأهي درجات لكال dokus والمصدر مصدر طوري للطاقة في الكائنات الحياة. ولكنهم أيضا تلعب أطوار دعم للحيكل لمجموعة متنوعة ملكانات الحية الكربوهيدرات غالبية لها نسبة كربوهيدرات غالبية لها نسبة كربوهيدرات خاصة سلاسل السكريات المعقدة حتى من سترى كربوهيدرات غالبية لها نسبة كربوهيدرات يختلف طول السلسلة من السكريات قليلة إلى مآت السكريات المنومرات الكرباهيدرات هي السكريات الأحادية موني سكراج سكر الأحادية عبارة سينجل شغر مليكيور هي عبارة عن جزء سكر أحادي موليكولر فورمولا الصيغة الجزئية C-H-O طبعا أن أن طبعا ترمز لعدد ضرات الكرباء فوركزامبل أو عدد وهذه رمز السكر السوداسي وهي أبسط أشكال السكرية وهي أبسط وحدات الكرباهيدرات أكسجين في مجموعة الهيدروكسايل يجعلها صليوبة في الماء من الأمثلة جلوكوس رايبوس ديكسو رايبوس فركتوس و جاكتوس مناسك بالسكرية الأحابية جزئات سكر مفردة مصدر الكربون بسبب 3 إلى 7 كربون لعمود فقري كربون من 3 إلى 7 كربون جدا و سوائد قابل الدوبات تماما و حلوة المدعاق المتعاملات الأبنة جلوكوس سكر الفاكه و جاكتوس سكر اللبن الأحض نظر هم عبارة عن عبارة عن عبارة عن سكريات سوداسية درة الكربون 6 كربون أتم بس تطلعوا انظروا هذا هو دجليكوس وهذا جلكتوس وهذا طبعا هذا الشكل السلسلية لكن هنا الشكل الحلقي كلها جلوكوس جلكتوس كلها نفس التكتيبة بس تطلعوا تكتيب الدرة هنا تطلعوا الهيدروسال وين جاي وهنا وين جاي وهنا وين جاي وهنا تطلعوا الكربون مع الأكسجين دبل بوند وين جاي في الفلكتوس كلها تطلعوا مالكولر فورمولة C6H12O6 وين جاي وين جاي وين جاي وين جاي وين جاي وين جاي تطلعوا المنشكريات في قصير وجاي الجاي من جاي وين جاي وين جاي وين جاي ايه 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 ا درات الكربون 12 و 6 درات كربون و 6 درات اللي هي اكسجن هذا الشكل الحلقي هذا الشكل التسلسلي للكربوهايدرس اللي هو جليبوس سكر الخمس الريبوس و دي اكسو ريبوس الريبوس و سكر الريبوس منخوص الاكسجن البنتوجس او 5 كربون اتمس اللي هو السكر خمسي درات الكربون C5 H10 O5 هذا الريبوس C5 H10 O4 هذا الدي اكسو ريبوس اللي هو O4 منخوص درة اكسجن عن O5 اللي هو في الريبوس زي ما احنا شايفين هنا دي اكسو ريبوس وين هنا فيه O H لانه فيه برة اكسجن هنا منخوصة اكسجن عشان هيك C5 H10 O4 جلوكوز هيكسوز أو 6 كربون مونسخ الشوغر الوظيفتها تترانسپورت تترانسپورت فيها اكسجن تترانسپورت بيزود الطاقة لكل الكائنات الحياة. عنا نتكلم عن عن النماذج اللي بتمثل جزيئات جلوكوس. كل هدي اللي هو التركيبة بتاعت جلوكوس. هنا زي ما انتو شايفين. الكربون سكيلتن عن اتاشت غروبز ارشون. كل الدرات المكونة نصتكم. اللي هو جلوكوس موجودة. درات الكربون. درات الاكسجين ودرات الهادية. هنا درات الكربون مش موجودة. مفقودة. بس معبر عليها بالشكل كامل الحلقي. كل هدي اشكال حلقية. هنا درات الكربون كل هدي رجين معزودة. معدى درات الاكسجين بقاسية. او لدي اشكال حلقية الكربون. هنا درات الكربون فقط موجودة فيها. درات الكربون فقط موجودة فيها. درات السكر السداسي موجودة. فقط درات الاكسجين واحدة والباك وكله محدودة. داي سكرايت. السكريات التنائية. تحتوي السكريات التنائية على سكرية النوعين من السكريات الاحدية. اثناء تفاعل التشفيف او الديهايدرات نزالت جزيات الماء من السكريات او حادية. صليب و سويت تتست. هي عبارة عن قابلة للدوبان وحلوة المطاق. زي ما شايفين. في نوع سكريات. جلوكوز. سي ما شايفين. جلوكوز. ديهايدراتي الرياكش. تتكون الديساكريات الو الملتوز. يبقى الملتوز متقوى من جلوكوز و جلوكوز. يبقى جزء الملتوز as disaccharides كجزء تنائي التساكر بتكون كاليا من جزائي الجليكوز لذلك الملتوز يتساكت من خلال الهيدروليسيس بإضافة ما بعطينا 2 جليكوز ميليكوز أمتلع عن السكرات التنائي السكروز وهي يسمى سكر المعدة ماب السكر أو سكر القصر واحد جليكوز ومن جليكوز وفرحتوز كاليا من الطريقةإضافة من الطريق أضافة بتشاكوز وضع من الطريقة إضافة الهيدروليسيسية من خلال الديهيدروليسيسية التكون من الطريقة يوشها يكون Valentås ملتوز أو مالت شغاء سكر الشعير مالتوز تكون من 2 جلوكوزة جميلة من الماء كما ترى في الجلوكوزة الآن نحن نتحدث عن بوليساكريات بوليساكريات بوليمرات بوليساكريات بوليساكريات وحادية قصيتها قابلية منخفضة للدوابات وليست حلوة المطبق السابلس الأبلة النشا النشا بوليمر من الجلوكوز عبارة عن بوليمر من الجلوكوز يستخدم لتحصين طاقة على المدى القصير يوجد نوعين من النشا البلانت السارش النشا النباتي تكون من نوعين من الجلوكوز أميلوز أميلو بكتين أميلوز أميلو بكتين أميلو بكتين أميلو بكتين أميلو بكتين بشكل من الجلوكوز أميلو بكتين يحتوي على حيباري بكتين أميلو بكتين أميلو بكتين أميلو في نوعين أميلو أميلو غير متفارع و أميلو بكتين أميلو بكتين غير متفارع والاميلو باكتين is a brush متفاعلة اميلوز is made up of alpha one to four bond glucose molecules يعني الاميلوز بتكون من وحدات الجلوكوز الألفا عند ارتباط دارة الكربون من الجزء الأول مع دارة الكربون رقم أربعة في الجزء الثاني زي ما احنا شايفين هاي الجزء الأول الجلوكوز هاي دارة الكربون واحدة ثم دارة الكربون أربعة واحدة أربعة فيبقى الاميلوز is made up of alpha one to four bond جلوكوز ميليكول بينما الاميلو باكتين is a water soluble polysaccharides هو عبارة عن نشا بدوب في الماء and highly branch polymer وهو عبارة عن جزء متفرع composed of بتكون من alpha جلوكوز units found in plants بتكون من وحدات alpha جلوكوز الموجودة في النباتات عشانه متفرع الاميلو باكتين ال branch هو وقتش بتتفرع ببداه وقتش تيكس بلاس with alpha one to six bonds جلوكوز بمعنى انه يبدأ التفرع بارتباط بتعد من 24 او 30 واحدة جلوكوز وبتتفرع بين ضرت الكربون واحدة جزء الى ستة الجزء اللي بدهو تفرع منه وهكذا بيبدأ البرانشين جلايكوجين structure and function الجلايكوجين التركيب واللوضي animals store جلوكوز as جلايكوجين الحيوانات بتتخزن جلايكوز على هيئة جلايكوجين in our bodies and those of other vertebrates في اجسامنا واجسام الفقريات الاخرى liver cells contain igranules where جلايكوجين is being stored until needed خلايا الكابت التحتوى على حبيبات جلايكوجين المخزن حين ما نحتاجه the storage and release of جلوكوز from liver cells is under the control of hormones تخزين وانطلاق جلوكوز من خلايا الكابت دائما تحت تأثير وتحكم الهرمونات after we eat the release of hormones insulin from bencrias promotes the storage of of جلوكوز as as glycotin بعد ما ناقوب بيبدأ بنكرياس يفرز الآن هرمون الانسولين حتى يتحكم ويخزن في جلوكوز الزائق in this figure في هذا الشكل look amylopectine in a plant branching تطلع متفرع الاميلوبectine اللي هو النشعة النباتي لكن تطلع الجلايكوجين حتى تفرع أكثر الجلايكوجين is even more branched than amylopectine الجلايكوجين أكثر تفرع من الاميلوبectine في البلانت there are another polysaccharides carbohydrates examples هناك أيضا عدة اللي هي سكريات معقدة أو متعددة سيليلوز سيليلوز is a major component of the tough walls that enclose the plant cells هو مكتوب الرئيسي الجدران الصلبة التي تحيط بالخلايا النباتية indagestible by most animals يعني الحيانات لا تستطيع أهضمه herbivorous animals have microbes in their stomach to facilitate this process الحيانات العاشبة هي اللي عندها ميكروبات في معددها بتسهل في هضم اللي هو السيليلوز بوليسكريات كيتين الكيتين هو سكر بوليسكريات لو أيضا polymer of جلوكوس eat جلوكوس with an amino acid لكن كل جلوكوس مرتبط في amino acid يبقى الكيتين composed of جلوكوس units eat جلوكوس with an amino group مجموعة أمني very resistant to wear and digestion طبعا هو مقاوم للبلل والهضم arthropod exoskeletons يتكون الهيكل الخارجي لمفصليات الأرجل مثل الحشرات المغلبة و أيضا السيل والسفنغي مرضو جلوكوس و أيضا السيل والسفنغي من الكيتين يبقى الكيتين موجود في الأرثوبود exoskeletons اللي هو الهيكل الخارجي لمفصليات الأرجل الأرثوبود و أيضا موجود في السيل والسفنغي في جلوكوس خلايا الفطرية أيضا بدور النباتات مغلفة بالكيتين و هذا يحميها من هجمات اللي هو قضريات التربة الكيتين أيضا موجود في تحضير الكوزماتيك و برئيس فود برضو يعتبر الكيتين مفيدا أدلا إنتاج مستحرات مستحرات التجويل الكوزماتيك و برئيس فود وأطعما مختلفة BECAUSE كيتين also has antibacterial and antiviral properties it's processed and used in medicine as a wound dressing and suture material نظرا أنه لغايتين إلو خصائص مضادة للبكتيريا antibacterial and antiviral properties مضاد للفيروسات فإنه يتم معالجته واستخدامه في الطب كضمات للجروح ومواد خياط انظروا هذا هو قصة كايتين مرمى طلعوا شدوكوز مع عمينو الكايتين من اكسو سكيلتون ارتروبوت شايفين الهيكل الخارجي للحشرات او مفصليات الارجن يكون فيها كايتين طلعوا الحشر هذي لما مولتي تنزع جلدها شايفين انها اكسو سكيلتون ومفصليات الارجن تخرج من الغطاء القديم حتى تطلع كطور بعلم هنا الكايتين استخدم لصناعة خيط مرن وقوي لخيوط انتراحة لخيوط انتراحة لخيوط انتراحة لخيوط انتراحة بدوب بعد اللي هو شفاء الروح والعملية الجراحية مجموعة متنوعة من المركبات العضوية مصنفة على انها دهون fat oils دهون زيود فسفوليبت ستيرويد والشموع هذه المركبات هذه المركبات غير قابلة الدهون كمخزون طاقة على المدى الطويل وايضا للعزل الحراري fat المركبات يستخدم النباتات الزيت الزيت لخيوط لخيوط طاقة على مدى طوي طاقة نحن مدى الطاقة لأننا نستخدمهم من الطاقة الطاقة اللبات غير مدابة في الماء اللبات تكون اللبات من جزائيات مكررة من الفاتي الضهنية جزائيات لا قطبية الفات في استخدام الكائنات الحي يستخدم كمخزون 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 مقرات طاقة 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 و العزل الحراري الزيت كمخزون في النبات و بدور النبات الفوسفوليبيتز تدخل في تكوين مكونات الأخشية بلازمية للخلايا مكونات الأخشية بلازمية للخلايا وتدخل في تركيب الهمية تستخدم في المدينة الأويل تستخدم في الطبخ والفات في الشحن والزبدة مضادة للماء والدلف وتستخدم في الدهانات والشموع مقابل كل الناس تستخدم الضهون في مدينة لجليكوجين لجليكوجين معظم الحين تستخدم الدهون ليس جليكوجين لخزن الطاقة على المدى الطويل لماذا؟ لأن الدهون تخزن الطاقة أكثر من جليكوجين لماذا؟ لأن الدهون تخزن الطاقة أكثر من جليكوجين لأن هذا الروابط في الفاتي أسد تخليها غنية بالطاقة الكيمية أكثر من جليكوجين لأن جليكوجين لدي الكثير من جليكوجين لأن جليكوجين يحتوي على روابط بين أكسجين والهيدروجين أو الهيدروكسايل فيه أيضاً حبيبات الدهون أو قطرات الدهون لا تحتوي على الماء لأنها غير قطبية طاقة صغيرة مثل الطنان عريض الدهون تخزن كميك بيري من الدهون قبل ما يبدأ قبل ما يبدأ طيران أو هجرته طاقة الربيع والخريط قبل ما يبدأ قبل ما يبدأ قبل ما يبدأ طبعاً بتراكم من 15% ميلي جرام لكل جرام من جسمه بتراكم يومياً فيه إذا نفس الكمية خزنت من جليكوجين لكن إذا نفس الكمية خزنت من جليكوجين سيكون الطاقة بصير دقيل قبل ما يبدأ ما حيقدر ايش يطير طيبس أوف لبيتس فيرس فاتس ترايج ليسرويتس اللي هي الدهون التلاتية لونج تيرم انيرجي ستوريج مخزون طاقة على مدى الطويل التركيب التاعه التركيب التاعه الباكبونت تاعه المصف هذا الجزء لاذا وعتبط مع مين؟ مع 3 أحماض ضهنية 1, 2, 3 Each has an OH group هذا الجسرول كل في الجسرول بارتبط مع OH, OH, OH They are long hydrocarbonate chain الفاتي أسد الفاتي أسد هي عبارة عن سلسة هيدروكربونية طويلة There are two types of fatty acids في نوعين من الفاتي أسد saturated and unsaturated saturated مشبع unsaturated غير مشبع يبقى فيه فاتي أسد saturated ليش because there are no double bonds between carbons ما فيه روابط مزدوجة بين درات الكربون زي ما شايفين في الأول والثاني they are saturated بمعنى ما فيه رابطة مزدوجة بين درات الكربون لكن في الثالث it is unsaturated why غير مشبع لأنه فيه double bond between شايفين الكربون هذا والكربون هان في المنطقة الصفراء فيه double bond ما بينهم يبقى الانسaturated فيه one double bond or more between carbons برضو يوجد carboxylic or carboxyl group في الفاتي أسد each fatty acid طلعوا هنا c-o-o-h 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 c-o-h-o نفسها هذي اللي موجودة في الفاتي أسد هذي صورة نموذجية لتمتيل جزئي ترى الجليسرات شايفينه three fatty acids one two three برتبطة مع مين شفتوا لحمل هذي هذا الجليسرول تكون two three fatty acids وهين فيه ايش اللي هو الجليسرول ميليكيول نودة three fatty acids change attached to the central الجليسرول portion of the molecules برتبطة في المركز اللي هو جزئ اللي هو الجليسرول